السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذه الفقرة علماشي وتذكرتي اليوم بعنوان سعقني في هذه الكلمة كنت جالس عند الأخ شادي الحلاق البارع فذكرت له أن الصديقة محمد الخواجر رحمه الله كانت عليه كل علامات الخير والبركة والتيسير وأمور جميلة جدا جدا رحمه الله ومنها عند التغسيل أنها تحس أنه كأن الملائكة تساعدك في التغسيل فذكر لي قال لي أنتم يعني أنتم والمسلمون يعني أنتم اللي بتغسلوا يعني مو المستشفى بتغسل قلت له لا احنا منغسل احنا نغسل بالمسجد ومن عطر ومندعي كل إشي فقال لي أنت غسلته أنت غسلته بإيدك قلت له نعم يعني أنا ساعدت ومعنا ناس بتساعدنا قال لي أنت غسلته بإيدك قلت له نعم قال لي يا زلمة يا زلمة ليش ما فيأته يا زلمة ليش ما فيأته يعني ليش ما صحيته فخلط لي كل حساباتي هذه الكلمة القوية جدا يا زلمة ليش ما فيأته فعلا صرت أفكر ليش ما فيأته ليش ما فيأته يعني الآن خلط لي حساباتي إن أي واحد رح أغسله رح أفكر بهذا الأمر ليش ما فيأه رحمه الله يا زلمة ليش ما فيأته ليش ما صحيته فإيش معنات ليش ما فيأت يعني ليش ما فيأت ليش ما صحيت الميت رحمه الله ولكن اليوم أصحي الحي ما نصحي الميت نصحي الحي إننا نذكره بالموت الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وإدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله سبحانه وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون فانفيأ الحي بحقيقة الموت لأننا لا نستطيع نفيأ الميت إلى الحياة رحم الله موتانا وجمعنا وإياهم بالفردوس الأعلى ليش ما فيأته حقيقة نفيأ نفسنا الآن إن هناك موت إن هذا جسمك هذا هذا جسمك اللي يتحرك ويتكلم سأتي اليوم إما نغسلك أو تغسلنا هل كنت أعلم أن محمد الخواجر رحمه الله عندما تكلمت معه وجلست معه جلسة طيبة هذا الإنسان البشوش الطيب الخدوم هل كنت أعلم أني بعد أسبوعين سأغسله في غرفة الجنازة أبدا أبدا وذكر الحلاق البارع الحلاق شادي ذكر قصة جميلة جدا قال لو في مكان أي حدا محتاج مساعدة ولم ترى محمد الخواجر هناك فهناك أمر عجيب أو خطأ هناك حاجة يعني غير صحيحة أي أنه كان مشهور بوقفات المشرفة وهذا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى الناس